بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم غادي نديرو هاللمسيمنات اللي خفاف وكيجيونا مقرمشين كندخلون في الفران كيجيو معمرين بالفرماج او لا الجبن كيجيو مورقين ومقرمشين بلا ما نزيد نطول عليكم دو على بركة الله في المقادر وطريقة تحضير هنا عندي جوج زلايف دي الفورس وزلافة دي الفينو او لا تقيق تسميد الرقيق وغادي نسيد ملعقة كبيرة دي السبدة وجوج معلق كبار دي السيت وهنا عندي معلقة كبيرة دي السكر وملعقة صغيرة دي الملح وربع ملعقة صغيرة دي الخميرة الخبز والماء على حسب الخالط قريبا ندرت زلافة دي الماء واحد شوية حتى كتجمع لنا العجينة كنحاولو العجينة تكون شدة فراسة ماشي مرخية بالسف هنا غادي نديرو دقيق جوج زلافات ديال دقيق وغادي نديرو زلافة دي الفينو وغادي نزيدو السكار والملح وذيك الرشة ديال الخميرة الخبز وغادي نزيدو الماء يعني طريقة سهلة جدا نزيد السبدة والزيت وغادي نخلطو الكل بالماء اللي دافي وغادي نديرو نخلطو تاكن جمعو العجين بلا جهدو بلا عناء غير كنجمعو العجينة انا كندير هنا الماء كنجمعها يركة تجمع لي هكا تاكن تولي رطبة واحد شوية يعني مخلطش تجي نرطبة بالسف كنديرو كوي ورات هكا كنحاولو باش يجيونا قد قد وغطيتهم بالبلاستيك او لبسو لوفان وضهنتهم بالزيت من الفوق خليتهم يرتاحوا هادي ناخدو الكويرا اللولى وغادي نصرحوها مزيان حتي يبالي نسطح الهامل كان دهنو بالزبدة والزيت بعد ما كان صرحو بالزيت كان دهنو بالزبدة مزيان من وجه ديال هاد العجين وغادي الرش واحد الرشة خفيفة ديال الفرماج هادي تديرو النوع اللي بغيتو سواء الموزاريلا او للفرماج فرماج حمر كنعاودو ندوروهم باش ندورو هاد الجانب والجانب الاخر وندهنو بالزبدة باش يجينا مقرمش ومورق وغادي ندور جيه الخراب باش نشكلو مربع ندور جيه الخراب حتى كي يولي لنا مربع وغادي نخليوها ترتاح يعني نفس الطريقة غادي نبقى غادي بها حتى نكملو الكمية ديال المسمى اللي عدنا كامل وغادي نعاود نغطيها بالبلاستيك او لا سولوفان وغادي نبدو مباشرة باول وحدة قديناها وغادي نصرحوها حتى هي على شكل مربع يعني ما كنخليوه مش يرتاحو وحلوا واقت ولا ديك الساعة كنبقاو خطامين فيهم حتى كنكملوهم هادي نحاولو نحافظو على الشكل ديال المربع احنا كنصرحو هادي نصرحو مزيان وهنا في الوسط غادي نديرو فرماج اللي محكوك او لجبن مبشور هادي تديرو نوعة الفرماج اللي يعجبكم سوى الموزاريلا كيف قلت لكم او لفرماج حمر النوع اللي بغيتو وصفي كم دون ناخدو الفرماج كنديروه الوسط وكم دون ناخدو الجوانب كنجيب الوسط والجنب الاخر نجيبو الوسط كنجيبو الجنب الاخر نديرو الوسط كنحاولو لسقوهم هتا كنشكلو مربعك كي يجيونا بعد الشكل على شكل ضرف تقدرو تزيدو تزينوهم بالزيتون ولا شي حاجة ولا تديرو فرماج حمر او تاني من الفوق كيف قد تزينو على حسب الضوء انا خليتو كمه هكا وحطيتوهم في الورق الزبدة او في اللاطة الفرن بالنسبة الفرن كنكون نتخناه من قبل كنتخنو مزيان قبل ما ندخلو المسيم ندينا باش كي يجيونا مقرمشين كيتابونا من الاسفل وكنديرو من الفوق او تاني يتحمرو وكي يجيو هكا من الفوخين ومضاق ديالهم ملديد بالزيف مع الفرن مع الجبن او الفرماج نتمنى الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم وهذا هو الشكل نهائي الى الملتقى ان شاء الله اشتركوا في القناة